مباشرة من الرياض نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أهلا بك معنا دكتور فهد قراءتك الأولية لما أوردته من أرقام ولما جاء بمجلس الوزراء وفي هذا البيان المعلن مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين ونهن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي عهده والشعب السعودي بهذه الميزانية الإيجابية التي إن شاء الله تعود على الجميع بالخير والبركة الميزانية هي ميزانية توسعية حيث نزاد الإنفاق بأكثر من عام 2014 بما يقارب 50 مليار ريال وهذا يدل على أن الحكومة ساعية في دعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ودعم الاستثمارات من أجل تحقيق نمو اقتصادي أفضل أيضا من المؤشرات الإيجابية إن العجز منخفض جدا مقارنة بعام 2016 بما يقارب تقريبا 40% وهذا مؤشر إيجابي يشجع الاستثمارات ويعطي رسالة إيجابية ليس فقط على المستوى المحلي بل أيضا على المستوى الدولي أيضا الميزانية 2016 كانت الإرادات أكثر من المتوقع لها وأيضا الميزة التي نرىها في ميزانية 2016 إن الدولة فعلا أستطاعت أن ترشد الإنفاق والكفاءة طبقا لبرنامج التحول الاقتصادي ورؤية 2030 حيث إن الإنفاق العام في ميزانية 2016 جاء أقل من ما هو مقدر في عام 2016 بما يقارب تقريبا 15 مليار ريال وهذه كلها إشارات إيجابية سوف إن شاء الله تعود بالمنفعة والمكاسب على الاقتصاد السعودي أيضا من الملاحظ في هذه الميزانية إن ما أعتمد فيها سوف ينفذ بمعنى آخر إن الوظائف والترقيات والتعينات لا تدخل في هذه الميزانية فمعنى إننا ننظر إلى ميزانية شبه صفرية يعني ما هو مقدر يجب أن يكون في نفس المكان أو نفس الرقب المقدر نعم دكتور فهد يعني تم إراد عدد من الأدوات التي ستمنح لوزير المالية للتصرف بعملية سد العجز منها عملية اللجوء للإحتياط من الفوائد التي تراكمت خلال السنوات الماضية وأيضا اللجوء للقروض اقتراض سكوك وأيضا سندات إصدارها محليا وداخليا الآن باتت عدة أدوات أمام يعني الوزارة المالية لاستخدامها برأيك أي الأدوات الأنجع للبدء فيها من جديد يعني إحنا رأينا إصدار سندات سابقا هل سيكون الخيار الآن التوجه مباشرة لإصدار السكوك بعد السحب من الاحتياط الذي دام لأكثر من مرة يعني خلال الفترة الماضية الذي يحدد الاختيار الأفضل نحن نعرف أن الريال مرتبط أو مربوط بالقيمة الدولار ونعرف أن البنك الفدرالي رفع سعر الفائدة فمعنى هذا أننا ننظر إلى أن العلاقة بين رفع سعر الفائدة والعائد على السندات دائما هو إيجابي ودائما العلاقة بين سعر الفائدة ارتفاعها وقيمة السند هي سلبية بمعنى أنها تنخفض فالذي يحدد السحب أو طرح سندات حكومية أو الاقتراض هي الفائدة والعائد هي سعر الفائدة فعلا إذا كانت مرتفعة على هذه السندات فإن من الأفضل أن يوازم مع السحب من الاحتياط المملكة النقدي فهذا هو المعيار الأهم وأيضا حج السيولة التي تحتاجها الحكومة هي أيضا عامل آخر يحدد الأداة الصحيحة أيضا نوع الاستثمار ما هو نوع الاستثمار التي تطلع إليه الدولة أيضا هو عامل آخر فهذه العوامل الثلاثة المجتمعة أنا أعتقد أنها هي التي تحدد الأداة الأفضل وأيضا عامل الزمن أن نحن نتكلم عن سنتين سنة خمس سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة كل هذه العوامل يجب أن تدرس جيدا وبناء على الفرصة وأقل التكاليف والحصول على الكمية أو السيولة المطروبة هو الذي يحدد الأفضل الخيارات المتاحة نعم الإيرادات كما تحدثنا دكتور يعني مرتقبة 692 مليار ريال ب2017 يعني نسبيا إلى أي مدى سيكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية لتحقيق هذا الرقم برأيك أنا أعتقد أنه سوف تكون مشاركة الإيرادات الغير نفطية في عام 2017 أكثر بكثير من عام 2017 و2016 فأنا أعتقد أنه سوف يكون هناك إيرادات قوية من الغير نفطية لكن في نفس الوقت إيرادات النفط نتوقعها أن تكون جيدة إذا ما حافظت الأوبك وغير الأوبك على خفض الانتاج والالتزام به لأن الآن تقريبا متوسط السعر يحوم حول 55 دولار فإذا بقيت الأسعار في هذا النطاق وأيضا السعودية بغي إنتاجها على سبيل المثال بعد التخفيض عد 10 ملايين برميل في اليوم أي بمعنى أن المملكة سوف تصدر أكثر من 7 مليون برميل يوميا فأنا أعتقد أنه سوف تكون هناك إيرادات جيدة ومرتفعة من النفط وأيضا من غير النفط وهذا هو الهدف الاستراتيجي من وراء برنامج التحول ورؤية 2030 هو زيادة الإيرادات ليس فقط لتغطية عجز الميزانية أو علاج المديونية وإنما تحقيق فوائض أكبر في المستقبل على المدى الخمس سنوات القادمة وإلى حتى عام 2030 أشكر وجودك معنا دكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية لمجلس الشورى على كل هذه التفاصيل